ياسمين رئيس في مسرحية حياتك الرواية حزينة ولا سعيدة؟ الرواية فيها كل حاجة انتي قلت حياتي فيها حاجات عبيطة ومقاسي ما اي حد حياته فيها الاتنين نسبة العبط للمأساة ففتي 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 في معقول؟ يعني الحياة عديلة معاكي محظة جدا اه الحمد لله فصل التفولة في حياة ياسمين كان سعيد ولا حزين؟ سعيد مين كان بيشد عليكي من الوالدين؟ باباكي ولا مامكي؟ ماما كنت شديدة عليكي؟ اه 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 ما كناش فاهمين بعض قوي اه دايما كده كنت بحس يعني هي كان بتعملني الله يرحمها الله يرحم اه مش ان انا بنتها ان انا صاحبتها فغالبا كنا دايما فيه كده انا وهي الند بالند كان فيه ندية بينكم كان فيه ندية بيننا اه بتتجنبي ده مع ابنك ولا حاسب؟ بتتجنبه لا بس خلي بالك اعتقد انا لما يعني فهمت وحاولت ان انا اقرأ واسقف نفسي عشان اعرف ده جاي منين؟ لقيت انه يمكن العلاقة بين الولد وامه غير البنت وامها هي طبعا يعني العكس نفس النوع العلاقة افتكر اه ايه اكتر حاجة كان فيه خلاف عليها بينكم؟ بس��ك يعني اول حاجة الاساس دايما كنت فكرني انتي بنت انتي بنت انتي بنت طول الوقت طول الوقت تديه كانت اول حاجة كنت بتعملي ايه بيحسيسها ان انتي ناسيا ان珘بنت؟ بتصرف براحتي ايه صوتي عالي اعني بتصرف عادي زي اللي حوالي مش بخلي بالي من الحاجات التي المفروض ان انا اخلي بالي منها لان انا بنت بتتعاملي إنسان مش بتتعاملي بنوعك بالضبط فده كان زائجها بالضبط